أول درس من دروس مادة الجغرافية بالنسبة للسنة الثالثة إذاذي الدورة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية فما هي مظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي؟ ما العوامل المفسرة لهذه القوة؟ ثم ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي؟ أولاً بدنا ليبي قوة عالمية أو قوة اقتصاد عظمى قوة عالمية أي قوة تحتل المراتب المتقدمة عالمياً على مستوى الانتاج والإستيلاك في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنسبة لمظاهر قوة الاقتصاد الأمريكي أولاً تتميز الفلاحة الأمريكية بتنوع وضخامة الانتاج الزراعي والحيواني وكذلك احتلالها لمراتب متقدمة عالمياً في انتاج الدورة والسوجة والقمح إلى غير ذلك بالإضافة لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أهم الدول في تربية الماشية من أبقار وخنازير وأخيراً نجد تركز الأرشدة الفلاحية بشرق البلاد بالنسبة للقطع الصناعي تتنوع المنتجات الصناعية وتحت المراتب متقدمة عالمياً في مجال صناعات السيارات نجد شركة جينرال موتورس ثم صناعات طائرات شركة بوينغ صناعات معلوميات كأب بي أم وبالنسبة للانتكري البترول إكسو موبيل إضافة إلى هذه الصناعات نجد كثرة مراكز الصناعة الدقيقة كمنطقة سيليكون فالي التي تعتبر أكبر تجمع المقاولات المختصة في الصناعة الإلكترونية والمعلوميات إضافة إلى القطع الفلاحي والقطع الصناعي نجد القطع التجاري حيث تتميز استثمارات هذه الدولة بضخامتها حيث تبلغ قيمة الاستثمار المباشر بملايير الدولارات مع معظم مناطق العالم ككندا، بريطانيا، أمريكا اللاتينية، أستراليا، أوروبا، الغربية كما تحتل المواد الصناعية معظم صادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأخير يساهم القطع التجاري بـ 79% من الناتج الداخلي الخام والناتج الداخلي الخام هو مجموع قيمة ما ينتج بلد معين في القطعات الاقتصادية الثلاث بمليار دولار خلال السنة واحدة الآن سنقوم بتحديد العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي في القطع الفلاحي الصناعي ثم التجاري بالنسبة للقطع الفلاحي، تعتبر الفلاح الأمريكية أقوى فلاحة في العالم وذلك لاستفادتها من الظروف الطبيعية المنائمة كوجود سهول شاسعة، خصوبة التربة، ثم كثرة تساقطات إدابة إلى هذه الظروف الطبيعية اندماج الفلاحة مع القطع الثاني والثالث حيث تكون معهما الفلاحة ما يسمى بالأغرو بيزنس وأخيرا استعمال التقنيات الحديثة والبحث العلمي ثم استثمارات مالية مهمة أما بالنسبة للقوة الصناعة في الولايات تتوفر على ثروات طبيعية هائلة معدنية وطاقية كالبترول والغاز طبيعي والحديد إدابة إلى الاستفادة من تطول البحث العلمي لتطوير الصناعة الضقيقة ثم استثمار رؤوس أموال ضخمة في هذا القطع أما العوام فسرة لقوة التجارة الأمريكية فيتتمثل في الاستفادة من ضخامة الإنتاج الفلاحي والصناعي إدابة إلى الاستفادة من كتافة شبكة المواصلات من كترة السكة الحديدية الطرق المطارات الموانئ الضخمة النهار للملاحقة النهار الميسيسيبي والمواصلات السلكية والليسلكية كخطوط الهاتف والأنترنت هناك كذلك عامون في السنة الأخرى تسميتها في المؤهلات البشري والتنظيمية فبنسبة للمؤهلات البشرية يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثمائة مليون نسمة إدابة إلى وجود سوق سلاكي واسعة وارتفاع مستوى التعليمي والدخل الفردي أما فيما يخص المؤهلات التنظيمية فالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطبيق النظام الرأسمالي الذي يعتمد على مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة ثم هملة مقاولات الصناعية الكبرى كالشركات المتعددة الجنسية كشركات كوكاكولا، ماكدونالد، أبل وغيرها من شركات متعددة الجنسية التي أصلها أمريكي بعد التعرف على مظاهر قوة القتصة الأمريكية والعون في السريره الآن سنقوم بتحديد أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ويمكن تقسمها إلى أربعة مشاكل هناك المشاكل الطبيعية كالفايدانات، الأعصير، الزلازل ثم المشاكل البيئية كالتلوث مثل تلوث هواء المدن ومياه الأنهار إضافة إلى وجود العمطار الحمدية أما بيخوص المشاكل الاقتصادية ينتقسمها إلى أربعة مشاكل كوجود منافسة خارجية قوية من طرف اليابان والصين والاتحاد الأوروبي وجود فائد في الإنتاج الفلاحي والصناعي ارتفاع حجم الديون الخارجية وأخيرا العجز الميزان تجاري بالنسبة للمشاكل الاجتماعية فيتتمثل في انتشار الفيطان والفقر تمضاف التغطية الصحية بالولايات الجنوبية للبلاد كالتكساس ومكسيك الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر